في ساعات الصباح الباكر يشهد جسر لندن حركة كثيفة ألاف الركاب من الريف يأتون من محطة القطار إلى وسط المدينة هم لا يقدرون على تكاليف السكن هنا لذا يضطر الكثير منهم لقطع مسافة تستغرق ساعتين أحيانا تكاليف السكن في لندن مرتفعة جدا ومن غير الممكن السكن فيها معائلة من المستحيل أن يوفق المرء بمفرده بين تكاليف المعيشة والتوفير في لندن سعر شقة من ثلاث غرف حوالي 280 ألف جنيه استريني خارج لندن وهو يبلغ الضعف هنا تعتبر لندن بمثابة عاصمة للأغنياء والبنوك وشركة التأمين وهو ما يجعل مركزها من أغلى الأماكن في العالم بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا حدث المستحيل وتراجعت الأسعار بنسبة 20% وهذا أقلق سوق العقارات الوسيط العقاري هنري براير يرى أن فترة عدم اليقين هذه توفر على الأقل فرصا لمن يرغبون بشراء عقارات بأسعار أرخص ويوفر هذا السمسار شققا ومكاتب مقابل عمولة ويتفاوض مع المالكين للحصول على تخفيضات بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي وجد تجار العقارات أنفسهم غير قادرين على المطالبة بذات الأسعار المرتفعة التي كانت سائدة قبل الاستفتاء ففي اليوم التالي للاستفتاء وجدت بيتا في نوتينغ هالد كان معروضا للبيع مقابل 4 ملايين و500 ألف جنيه استرليني سابقا واشتريته مقابل 3 ملايين و500 ألف أما زميله كوي أسكيو فتزعجه مثل هذه الأخبار فهو مضطر لبيع بيت مكون من أربعة غرف لمشتر عربي مقابل مليون و500 ألف جنيه استرليني هل انخفضت الأسعار إذن؟ هل أصيب السوق بالركود؟ يقول السمصار إن هذا رأي مبالغ فيه وإن ثلاثة مشترين أتوا إليه بعد الاستفتاء هذه العقارات الثلاثة دخلت السوق مجددا وسيتم بيعها خلال الأسبوع وسيباع أحد هذه العقارات بسعر أعلى مما كان عليه قبل الاستفتاء وبالرغم من الأخبار التي يروج لها إلا أن الحقيقة مختلفة تماما ماذا يحدث إذن؟ هل أصيب السوق بأزمة أم لا؟ في مبنى باو بيلز هاوس الشهير في لندن يدير هذا الرجل صندوقا للعقارات ويطمح لزيادة زبائنه وودائعهم البالغة ثلاثة مليارات جنيه استرليني بعد الاستفتاء أراد بعض المستثمرين لديه استعادة أموالهم ولذلك اضطر لبيع عقارات تابعة للصندوق بخسائر وصلت إلى 10% أحيانا في يونيو الماضي وحده تم سحب مليار ونصف المليار يورو تقريبا من صندوق العقار البريطاني فالمستثمرون يخشون من دخول البلاد في حالة ركود يرتبط سوق العقارات في بريطانيا بالاقتصاد ككل فعندما يزدهر الاقتصاد وتنمو الأعمال تصبح الشركات بحاجة لتوسيع مقارها وبالتالي تدفع إيجارات أعلى وهو ما يعود علينا بالفائدة ويحدث العكس تماما عندما يتراجع الاقتصاد ويتجه إلى الركود هذا ما يفسر قلق المستثمرين يتفق الجميع على أن مصير سوق العقارات في لندن مرتبط بما ستصفر عنه المفاوضات التي تجري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي والتي قد تستغرق سنين في الواقع هناك أمر واحد واضح الطلب على العقارات في لندن كبير جدا في حين أن العرض محدود جدا وهذه حقيقة عندما يتابع المرء ما يقال لكن لن تتوفر في لندن عقارات كافية لتلبية الطلب العالمي الكبير على العقارات في هذه المدينة أبدا يشهد جسر لندن حركة كثيفة للموظفين والعاملين العائدين إلى بيوتهم في هذه الأثناء الكثيرون منهم لا يبالون إطلاقا بأسعار البيوت والشقق في هذه المدينة أفضل العيش في الريف على العيش في لندن لأني أحب العيش في مناطق خضراء ورحبة ورغم المسافة الطويلة التي يقطعها للوصول إلى عمله إلا أنه يفضل ذلك على العيش في لندن